السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتكلم على موضوع ايضا جدا مهم ضمن السلسلة اللي نتكلم بها على special method الموضوع اليوم راح نتكلم عليه ما يسمى بالcollable object نتكلم على انه ممكن عندك class ممكن تعمل instance الانستنس راح يولد لك object بمكانك تعمل لها call نقول بمكانك تعمل لها call يعني نقصد انه هذا الobject راح يعمل مثل عمل من هلك عبارة بلغة البرمجة Python عبارة موجودة تلقاها بالسايت وتلقاها ايضا بالمواقع اللي يتكلم بها ال اللي هي انه اللي يسمى اللي يسمى اللي يقصدون بي اللي يقصدون بي اللي يقصدون بي انك انت بمكانك كان يكون عندك فكشن بمكانك انه اللي تكون ايضا فكشن مزين؟ هذا هو المقصود بي هذا المقصود بي بصورة سطحية بصداء ذات راح نتكلم بي راح اوصف لك شلون هذا الكلام يصير افضل شي ناخذ example و راح نتكلم عليه نتكلم شلون الفائدة بانك انت تعمل اه 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 هو يعني مالفائدة من هذا الموضوع خلنا اخذ الكلاز راح نسمى مثلا اه كان يكون مثلا نسمى origin origin point اوكي origin point هي عادة من استخدام ال نستخدام ال عادة لما يكون عندنا انستينس لما يكون عندنا انستينس الابجكت ما انتم تغير ولذلك اختلت لك origin او point على اساس انه هذه نبضة معينة فيه ضمن رسم بياني معين فعادة هذه النقاط تتغير الاكسل واي يتغير ف اهنا راح تبرز اهمية الكلام الابجكت زي هنقول هذه الكلاز ياخذ اكس و و اكس و راح تكون ايكس والواي راح تكون ايكول 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 اوكي طبعا حتى تعمل الكلاس ممكن العمل من نستورد ال special method اللي يسمها call call راح تاخذ نفس القيام ال x وال y نراحكم عندك self x self y والي فما فمين فما سوى وغلس إلى لمن نقوى صحفxx فما يكون الـ 15 و 66 وضع نعمل Brent للـ New Point نجعل الـ Style مولدنا يعني الـ New Style الـ راح نشوف القيم دعنا نقيم الـ X و Y ونضينا الـ X و Y في حالة أن هذا الأبجكت الذي تشتغل عليه مثل ما قلت لك أن هذه الأكسو الواي هي متغيرة فإذا كنت تريد تكتب هذا القيم يجب أن تقوم بإنستين جديدة وتضطي الأكسو الواي وهذا يعني أمر مطابعي فالحال شنو؟ الحال أنه هو نفسية الأبجكت تكون شنو؟ كولا والأبجكت نقصد بمثلا هنا حاليا نقدر نقول point ونطق قيمة X و Y الجديدة متغيرة تكون مثلا تسعة وتسعين داعش حاليا نعمل point نقوم نقوم بإنستين جديدة هاي معناه هالكولا والأبجكت بحيث نحن نسوينا أبجكت هو يعمل عمل الفوكشن ممكن تستفاد منه بنفس الوقت كفايدة ثانية أن هذا الأبجكت أنت ممكن يعني أنت ممكن بدل ما هنا كان يكون مثلا كان يكون مثلا هنا أنت جاي أنت عمل فوكشن كفايدة ثانية نقوم بإنستينس النيو لكيشن مثلا كان يأخذ مثلا سياء عمل الفوكشن ويأخذ مثلا النقرض إنستينس 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 رح تكون كولابل رح تاخذ قيمة القيمة الأولى اللي هي self self x and self y فهذا رح يكون شو هو new location فانت بهاي الحالة عملت patient الى object كامل داخل function ماذا؟ فانطيق هذه القيمة هذه الحالة نسايف ونساوران طبعا هو رحل حال رح يطيق القيمة نفسها فإذا نعمل هنا رح يطيق نفس القيمة نسايف ونسايف سؤال ونسايف ونسايف سؤال نسايف ونسايف captial وتممكن تغير هنا كامل حسب هذا العمل المهم هو الغاية من الـ الغاية من عنده إذا أنت عندك تغير فهذه الحالة ستستفاد من هذه الميزة ميزة الـ الـ أتمنى أن الموضوع عجبك إذا عجبك اعمل لايك وإذا أكثر عجبتك القناة اعمل اشتراك مع القناة هذا سيساعدنا أن ننشر هذه الفيديوهات لأكثر عدد ممكن من الناس وبالنتيجة تكون فائدة عام وأكثر شكرا جزيلا